وبنبدأ الحلقة ويكون هنا فيان بيقول لي فانيا انا متأسف جدا يعني فهنا بتكون مامتها بتصور يعني وتنادي عليه بتقول له يعني فراج فهنا يعني فيان بتحديها وبتقول لها يعني يا ماما ده مش يعني فراج يعني بتقول لها ان ده مش بابا فهنا طبعا في هين بقى بيستغرب جدا يعني ان هي بتقول عليه بابا فبيفهم يعني طبعا ان دي اخته بيتصدم يعني وبياخد عربيته بيمشي وبيبقى طول ما هو ماشي عما يفكر في الكلام لحد يعني ما بيحصل حدثة ويعني كاسا بتكون بتصلي وبتدعيله طول الوقت وبتقول ان هي ما كانتش عايزة تسيبه لوحده ولكن بيجيلها تليفون ان هو عمل حدثة بتجري جري كده على المستشفى على طول وبتتخضى عليه جدا اول ما بتشوفه يعني بتجري عليه وبتمسكه كده وبتطور كده في جسمه فيه ايه ولكن يعني هو بيقول لها انا مفيش حاجة هو بس يعني كان فيه اغماء ويعني انا دلوقتي كويس كانت يعني ملهوفة جدا وجيه الدكتور وبرده فضلت تسأل الدكتور يعني عملت له كل الفحوصات يعني اه لا يكون فيه اي حاجة اه او اي جرح داخلي او اي نزيف او اي حاجة فقال لها كله تمام هو بس ييجي كده كمان يومي انها بعله برضو فحوصات تانية وهنا بيمشوا بيعود يتكلم بقى مع كاسا وبيقول لها يعني اللي حصل يعني وان سيمة يعني مش فاكرة اي حاجة وبتقول له اه لشان كده فعلا يعني انقرت لما انت روحت لها فقال لها ايبة ولكن كمان يعني ان بنتها فانيا دي بنتها يعني من ابويا يعني هما الاتنين كانوا مخلفين بنت وانا دلوقتي مش عارف اتصرف ازاي وما كنتش عارف يعني اسألها اي سؤال تاني في موقف زي ده ولا حتى انا دلوقتي عايز افكر وحاسس ان انا الوحدي ومفيش اي حد هامل معايا فقالت له يعني انا موجودة جنبك ومعاك يعني مين بقى هيجاوبني على كل حاجة ومين بقى هيجاوبني على طفلتي اللي ضعت ومين يعني هيقول لي ان انا دلوقتي بقى عندي اخت قلت له بجد يعني انا جنبك ومش هسيبك قال لها طب اقول ايه كمان لوالدتي انا مش عارف يعني اعمل ايه فقلت له يعني ان والدتك اجلا ام عاجلا لازم تعرف والاحسن يعني ان انت اللي تقولها بنفسك وهنا يعني كده بيكون برضو اه فيان محتار جدا ويقول يعني ان انا شفت امي طول عمرها حزينة وبتبكي يعني اروح ازود همها وحزنها دلوقتي وهنا كاسة يعني بتبقى عايزة اتطبطب عليه ولكن يعني بتحرج بيقول لها يعني كل اللي حصل لي ده انا حاسس بقى اللي نجاني منه كله ان كان حد يعني قاعد بيدعيني من قلبه وهي فعلا يعني كاسة كانت قاعدة بتدعيده وهو حاسس يعني الاحساس له يعني بيقول لها ان انا فعلا مجرديش اي حاجة علشان انت موجودة فعلا في حياتي وهنا بيقول لها يعني ان الوقت اتأخر ولازم يعني انك تروحي وفعلا يعني بيجيب لها عربية وبيخليها توصلها وهنا يعني بقى بيروح هو البيت وبيلاقي طبعا مامته هناك بيبقى اول ما بيدخل كده بيبقى مش عارف طبعا يقول لها ايه بس يعني اول ما بيدخل بياخدها كده في حضنه وبيقول لها يعني انا مش عايزك تدقي انا معايكي وجنبك وعايز ان نتلاشة يعني اي احزان طول ما انت جنبي وانا معايكي عايزين يعني نتلاشة اللي انا هقولك عليه دلوقتي فبيحكي لها يعني ان سيمة زهرت وكمان يعني ان ليها بنت وان بنتها دي يعني من والدي وهنا بتفتكر يعني بتقول يعني انت دي الابنة الغير شرعية وان دي يعني اختك لا يا ايوة يعني دي اختي بس يعني مش اقتي عرفت دلوقتي انا مش عارف يعني هما ليه ظهروا في حياتنا دلوقتي بس عايزك يعني ما تكونيش متضايقة وما تحطيش في بالك وكل ده هيعدي واحنا هنعدي وهنا والدته يعني بتقوله خلاص سيبني الواحد انا عايز اعود مع نفسي شوي وهنا بيلاقي يعني كاسة بترن عليه وبتقوله تعالى انواق فبرة بقولها انت زي ما اروحتيش قايت له قلبي ما توانيش اروح يعني واسيبك كده وبتكون هنا يعني كلمت دودو كده وعملت له مفاجأة فبيقولها يعني قد اين هو حاسس ان هو تاي فبتقوله يعني انا جيت عشان اوليك اليا رعات فبيقوله وتعرف يعني ان في نور وفعلا كده بتكون عمداله مفاجأة وبتقوله بص كده في السماء وفعلا يعني بيكون مبسوط يعني بالمنظر ده وانا بقى تيجي بتروح تكلم فرح وبتقولها يعني اللي حصل بتقولها مشانا قلتلك ان انا خايفة وحصة يعني فعلا ان هي خلاص سيمة هتظهر تاني في حياتنا لكن هنا بتقولها يعني ان هي بقى عندها زهايمر مبقيتش يعني فاكرة حاجة فبتقولها احسن برضو يعني علشان ما كده محدش هيارف اللي احنا عملناه هتلاها وانا خايفة يعني ان فياني يفهم حاجة او يعرف حاجة وهنا بقى فرح بتيجي تفتر معهم الصبح وبتتكلم مع احسان يعني بتقوله انا مش عايزك توسك في حد وبالذات يعني اللي هي فانيا دي علشان اكيد يعني هي اصلا جاية بجذوبة الشركة ويعني كذا بتقصلا نصبها عليكم فاكيد يعني هتجذب وهتقولك اي حاجة كذب ومامته طبعا بتكون مبسوطة جدا من كلام فرح ده بتقولها صح كده وهنا بقى فيان بيوصل الشركة وبيقابل كاسا وكاسا بتقوله يعني انت يعني الان من ايه فبيقولها الان ان هو يظلم قالت له يعني الانسان اللي بيفكر في والدته والانسان اصلا اللي ازادهم في حياتها بيفكر فيها برضو فاكيد يعني ان هو ما يعرف شي ازي اي حد طبعا هو بيشكر كاسا جدا على وجودها معاه وهنا بقى فانيا بتروح لاحسان وبيقول لها يعني ايه سبب ان ما جيء فبتقوله يعني انا جاية اشكرك ان انت يعني اتوسطتلي عند السيد فيان ولكن كمان جاية اودعك قال لها لي انت ماشي يا بدري قايت له لأ ان انا يعني اخر يوم ليا في الشركة هنا طبعا بيستغرب ولكن هي مش بتوقف تكلمه وبتروح يعني المكتب على طول وهنا فيان يعني بيبقى كاسا بتبقى عايزة تخرج من المكتب ولكن فيان بيقول لها خليك فبتقول يعني ان هتتكلمه في امور عائلية وما يفاحش اكون موجودة ولكن يعني هنا آآ يعني آآ فانيا بتقول لها خليك لما عنديش مشكلة ان انا اتكلم قدامك وهنا بقى فيان بيقول لها طلباتك انت عايزة ايه انا يعني هشوف المحامي ويعني لو كده تعملي التحليل ويعني اي متطلبات ليك عايزة فلوس اسهم يعني ليك في الشركة فياني كل ده تحت امرك مفيش مشكلة حقوقي اكتغذيها فبتقول له يعني انا ما عنديش مشكلة في كل ده عايز تعمل تحليل آآ دي ان ايه يعني مفيش مشكلة هعمله ولكن يعني انا مش عايزة فلوس ولا عايزة لشركة ولا عايزة اي حاجة بصلها كده وقال اما الانت يعني عايزة ايه بالزبط ويه اللي خلاك يتيجي هنا في الشركة انا عايزة اعتراف بي وبامي ويعني ان امي اتردلها كرمتها وصمعتها اللي رحت يعني والناس اللي شوهة صمعتها يعني لان عمي عمرها ما كانت كده ويعني ان صمعتها اتشوهت قابل عمد وقدي ايه يعني ان كانوا بابا وماما بيحبوا بعض وان يعني امي هي حب والدك الحقيقي ولازم الناس كلها تعرف ده هو ده اللي انا عايزاه ولكن طبعا هو قالها اللي انت بتقولي عليه يعني حب حقيقي فده طبعا يعني ما بيتسماش حب وانت عارفة في مجتمعنا بيتسمى ايه قيت له سيد فيان يعني انت اصلا فاهم الموضوع كله غلط يقولها يعني انا مش فاهم غلط يعني كل اللي فاهمك الموضوع ده كله فاهمونك بكل انا نية قيت له انت لازم تعرف الحقيقة كاملة وعلشان تعرفها كاملة اسأل يعني مامتك علشان انا لو قلتلك ان كل الكلام اللي انت فاهمه والصورة اللي انت اخدها عننا وعن مامتي وان يعني مامتي اخدت باباك يعني ويعني ان هي خربت البيت ويعني كل الكلام ده طبعا مش هتصدقني ولكن اكيد هتصدق والدتك اللي يعني في الاخر بعد كل ده عايزة تقولي ان انا وامي اللي ظلم نطل يعني مامتك تاخد ابويا وتحرمني منه طول طفولتي ما اني كنت بحبه جدا وبتقولي ان احنا اللي ظلمينك قيت وانا قلتلك انت مش هتصدقني فانا مش هتكلم يعني كتير وبيقف يعني محتار جدا في كلامها ده يعني بيقول ايه السر فهنا كاسا برضو بتفتكر كلامها لما قلت لها يعني انتي ما تعرفيش الحقيقة كاملة فما تحكميش على الموضوع يعني من منظور واحد فهنا برضو كاسا قالتكو نفس الكلام ان يعني احنا مش لازم ناخد الكلام من منظور واحد بس ولازم نبصره من زوايا تانية ونشوف جميع وجهات النظر عشان نشوف الحقيقة كاملة وبس كده شكرا